أستاذ أيمان عم ترجع عنه هي فعلا الاتماع في لا اتفاق دعنا لأننا نحن بسلسلة اتفاقيات تعلان في الواقع هو لا اتفاق يعني بنجتمع و بنقرقر عم نكرر نفس الفكرة أستاذي الأسئلة بسنطريح على المخرجات ماذا فعلت المجموعة الأوروبية لإيران كعقوبات ماذا فعلت المجموعة الأوروبية لحزب الله كعقوبات ماذا فعلت المجموعة الأوروبية للميليشيات المصنفة إرهابية في المنطقة كعقوبات حتى الاتحاد الأوروبي ومؤسسات الفضاء اللي يعني يتحكي بالأقمار الصناعية ما لغت بث قناة المنار يلي صنفت إرهاب على قنواتها يعني حتى على على أقمارها وعلى المعرفات إحنا يعني يعني إدخال العرب بسجال ودفعهم لوهم أنه في اتفاق إيراني ورح يسقط الاتفاق الإيراني وإيران تسابق الزمن إيران لا تسابق الزمن إلا بقضيتين بقضية نشر التشييع الصفوي في المنطقة وزيادة الدماء العربية في المنطقة بهذا إيران تتسرع في الباقي مرتاحة مع المجتمع الغريب مرتاحة واستاذي نحن على طول بنكررها إيران أول دولة كهنوتية دينية في القرن العشرين في القرن الواحد العشرين وأول دولة تحظى بدعم أهم الدول الليبرالية العلمانية في العالم يعني فرنسا لو لو أي شيء ممكن يهدد سمعة إيران يحضر الرئيس الفرنسي يحضر إلى لبنان بتفجير بيروت كان قبل كل الله مشعل لملمت يعني النظرات البدائية لعمق الصراع عم يغيب الوعي العربي يعني أحنا أكيد الإعلام بده بده ما تدي يتكلم فيها بس حقيقة نحن ما يهمنا الواقع العربي